يقول بأنه عندهم مؤذن يقول نصحناها كثيرا بعد الأذان يأتي بقول لا إله إلا الله يقول أنا متعود عليها ما حكم ذلك أبو أحمد بارك الله فيك بالنسبة لي المؤذن أصلا هو يقول في آخر الأذان لا إله إلا الله الآن المؤذن لما يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب لماذا يكرر لا إله إلا الله مرتين خاصة وأنه ما في دليل ما في دليل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول هذا لغير المؤذن المؤذن ما يجمع عبادتين كونه مشغول بعبادة كيف يدخل عليها عبادة ثانية لكن غير المؤذن إذا سمع المؤذن يردد وهناك مجموعة سنن يظهر المؤذن اللي عندكم في المسجد تاركها ورايح لشيء ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه الآن المؤذن بعد ما ينتهي من الأذان بنفسه ما هو صوت جهوري أو يجهر بهذا أو صوت جماعي لا يقول اللهم صلي على محمد يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي بالدعاء اللي هو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأيضا يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا هذا والثابت فيا أبو أحمد بارك الله فيك وجهه المؤذن إلى أن يعتني بالسنة السنة أولا الترديد خلف المؤذن هذا لمن يسمع المؤذن المؤذن ما يستطيع يردد على نفسه السنة الثانية رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقال بعض العلمة بأن هذه يقولها بعد الشهادتي بعد شهادة أن لا إله إلا الله السنة الثالثة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان السنة الرابعة أن يأتي بالدعاء اللهم ربا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بارك الله فيك عموما المؤذن مثل ما تعود على أن يقول لا إله إلا الله بعد الأذان يعود نفسه على هذه السنة ويكسب الأجر ولله الحمد والمن طبعا يمكن قائل يقول وش فيها لا إله إلا الله لا إله إلا الله من أجلها قامت السماوات والأرض لا إله إلا الله من أجلها خلق الله الجنة والنار لا إله إلا الله من أجلها أنزل الله الكتب و أرسل الرسل و شرع الشرائع الكلام مبعلى هذا الكلام أن هذا المؤذن يوظف لا إله إلا الله في هذا المقام و قد قالها هو في آخر الأذان قاله في آخر الأذان يأتي بها مرة ثانية لا نقول له هنا انتظر